هل ياماش سيقتل جينجز أزانيك؟ هل يتحدون الأخوة؟ وما هي خطة ياماش الجديدة؟ سنجيب على جميع هذه الأسئلة الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وحبي مسلسل الحفرة اشترك معنا في القناة لكي يصلك كل جديد كما رأينا في الآلان الرسمي أصدقائي الجميع رضي عن كاراجا وجميعهم فرحون بما فعلت قتل آزار قد نظف دم إدريس كوشوفالي وبنفس الوقت كان انتقام لكمال ياماش وجينجز أردنيت هناك خطة لياماش سيعمل عليها نستنتج من هذه الخطة كما قال بأن سيقتل جينجز أردنيت قتله لن يكون بهذه السهولة ياماش سيعمل على خطة خفية ولن يخبر أحد لما سيفعل لأن لو أخبر ستفشل الخطة كما نعلم من ناحية أخرى جمالي غاضب جدا من ياماش لأنه يعمل مع جينجز أردنيت لأن عائلة جينجز أردنيت لها يد بقتل إدريس كوشوفالي أيضا وقتل طفل جمالي جمالي غير دارع عما يفعل ياماش في الحلقة القادمة أتوقع بأن جمالي سيرضى عن ياماش عندما يعلم الحقيقة لأن ياماش سينتقم من جينجز أردنيت وسيقتله لأن إذا قتله سيكون منتقم من أجل والدهم والطفل جمالي أحداث ومشاهدة مشوقة سنراها معا في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو انتظرون في فيديوهات قادمة لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعمنا باللايك لكي نستمر في نشر المزيد إن شاء الله ولن ندعكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة